نهيث عن قتل المصلين يطلب شرح هذا الحديث الحديث هذا واضح أن المسلم لا يقتل إلا إذا كان قد حل دم نفسه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا يحل دم رئم مسلم إلا بإحدى ثلاث أثيب الزاني والنفس بالنفس وتارك للدين المفارق للجماعة أما إذا لم يكن كذلك فعندها لا يجوز أن يقتل أو أن يقاتل طبع ذلك إلا في حالاتي